أنا تركت موضوع مهم رح أذكره بالآخرة عشان تتابع معي وتسمع شو بدي أحكي لك جيدا اللي هو كيف أميز بين الحب السوداء العصلية اللي وصف فيها الرسول وبين الحب السوداء المقلدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوة الأعزاء مع الجزء الثالث من حبة البركة أو الحب السوداء هذا الجزء مجموعة من الأسئلة التي وردت إن شاء الله رح نجيب عليها لا تنسوا متابعة القناة تفعيل خاصية الجرس أي تعليق مفيد إن شاء الله يستفيد منه الجميع نبدأ مع هذه الأسئلة السؤال الأول هل تحفظ بذور الحب السوداء الكاملة في الثلاجة أم لا الجواب نعم يمكن حفظ بذور حبة البركة في الثلاجة طيب هل تحفظ السؤال الثاني الذي ورد هل تحفظ بذور الحب السوداء المطحونة والمخلوطة مع العسل في الثلاجة هنا نقول نعم يمكن حفظها في الثلاجة في وعاء أسود محكم الإغلاق نعم يمكن ذلك هل تحفظ بذور الحب السوداء والمخلوطة مع العسل في الأماكن المضاءة؟ الجواب لا تحفظ بذور الحب السوداء المطحونة والمخلوطة مع العسل في الأماكن المضاءة بل توضع في وعاء مغلق بإحكام وتوضع في الأماكن المظلمة السؤال اللي بعده هل يحفظ زيت الحب السوداء في الثلاجة؟ الجواب زيت الحب السوداء لاحظ في السؤال الأول بذور الحب السوداء هون زيت الحب السوداء هنا نقول يمكن أن تحتفظ به زيت الحب السوداء في جوء الغرفة وممكن في درجة قليلة جدا في الثلاجة لا بأس بذلك السؤال المهم اللي بعده شوف ركز على السؤال اللي بعده السؤال أتاني كالتالي هل الحب السوداء قدرة على علاد جميع الأمراض بإذن الله؟ هذا ما دل عليه يكمل هو السائل يقول هذا ما دل الحديث الشريف عليه حسب حديث النبي أنه فيها شفاء فنقول والله المستعام الأحاديث دلت على أنها علاج من كل داء إلا السام إن شاء الله لكن نقول طريقة استخدامها ممكن أن تأخذ مفردة وبها علاج وممكن أن تأخذ مع العسل ومع الماء وبها علاج أيضا الآن اللي بيقول لك بدأت تنخلط مع كرافس بدأت تنخلط مع مش عارفة هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم سفوفا مع الماء ومع العسل وذكرنا ذلك في الجزء الثاني وطريقة استخدامها السؤال اللي بعده ورد السؤال هل بلأ سبح حبات من الحب السوداء يوميا نافع لشفاء جميع الأمراض الداخلية نقول لم يثبت علميا أن سبح حبات بالتحديد هي التي تعالج لكن الذي ثبت علميا أن مقدار جرام واحد صباحا وجرام واحد مساء بما يعادل ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة مساء وتسف سفوفا وتطبق عليها الفم بتسكر ثمك وتطحنها جيدا وبتبتلعها وبعدها بتأخذ رشفة من الماء أو قليل من الماء مذاب في ملعقة عسل عسل مع مية يعني بتذوبهم وبتأخذهم بعد ما تبتلع الحب السوداء هذا الذي ثبت علميا وهذا أنفع الطرق للشفاء إن شاء الله هل تستعمل السؤال اللي بعده هل تستعمل الحب السوداء بشكل يومي مستمر نقول لا ينصح بذلك تستعمل لمدة 14 يوم بعدين من وقفها وثم يكرر العلاج بعد أسبوعين أو أكثر لعدم لتجنب حدوث أعراض انسحابية أو أعراض خارجة عن المألوف لأن طبيعة الجسم تختلف من جسم لآخر فإحنا منستخدمها لمدة أسبوع مثلا منوقفها لمدة أسبوع بعدين منكررها لمدة أسبوع وهكذا أما نستمر عليها بصورة مباشرة لا أنت ما عندك شيء ما عندك أي أمراض خذها بالشهر لمدة أسبوع يوميا قرام صباحا وقرام مساءا أو بتعمل لك كيلو عسل مثل اللي أنا وصفته مثل اللي أنا ذكرت لك نستخدمها لمدة أسبوع بالشهر إن شاء الله بتعزز جهاز المناعة بتقوي جهاز المناعة عندك وما بقربك أي أمراض إن شاء الله فهذه هي الطريقة المثلة والوقت المناسب لاستخدام طيب هل تستعمل جاءني سؤال هل تستعمل الحب السوداء للمرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم لا لا تستخدم الحب السوداء لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم حاذر وإحذر من ذلك إجا سؤال جاءنا أيضا وردنا سؤال هل تعتبر الحب السوداء قاتل للجرافيم وخاصة الديدان اللي موجودة في المعدة الديدان الطفيلية السكارس الدود الشريطية جميع أنواع الديدان نعم مفيدة جدا بفضل لأن الديدان هذه هذه بتكره شيء اسمه رائحة عطرية تكره شيء رائحة عطرية بتموت منه فاستخدام الروائح العطرية اللي هي موجودة في الزيوت الطيارة في الحب السوداء تقتل الديدان والطفيليات الموجودة في الأمعاء إن شاء الله الأخت السائلة تقول هل للحب السوداء أثر مدر للحليب الأم المرضع نعم لقد ثبت علميا ذلك إنه مدر لحليب الأم المرضع الأخ السائل يقول هل للحب السوداء أثر على مرضى السكري نقول نعم فهي تخفض نسبة السكر في الدم لذلك نحن نقول إنه ممكن مرضى السكري يستخدموا الحب السوداء مع جراء الفحص اليومي لنسبة السكر عشان تدير بالك ما ينزل أنت بتأخذ والله كلوفاج بتأخذ منظم سكر وتستخدم الحب السوداء بده ينزل كثير عندك السكر فإحنا منقول بنأخذ الحب السوداء مع الاستمرار على العلاج لكن مننا نقيس إذا شفنا إنه قاعد بنزل بنسبة كبيرة السكر وبنخفض السكر منصير نستغني قليلا قليلا عن منظم السكر أو الكلوفاج ومنستمر على الحب السوداء لحد ما ينتظم السكر عندنا فإذن العلاج بإيدك والوصف بإيدك أنت السؤال اللي بعده إجانا سؤال هل زيت الحب السوداء يمكن استخدامه كغذاء مثل زيت الزيتون نقول لا لأنه هذا علاج دواء وليس غذاء وقلنا زيت الحب السوداء الموجود بالأسواق هو الزيت الثابت اللي ما منه أي فائدة وليس الزيت الطيار فنحن نقول زيت الحب السوداء أنا بنصح وبقول لا تستخدموا بديل لزيت الزيتون في الأكل أكلا هل يستعمل السؤال اللي بعده هل يستعمل زيت الحب السوداء لعلاج الأمراض الداخلية ذكرناها وقلنا زيت الحب السوداء لا يأخذ شربا دير بالك تأخذه شرب لا يعالج الأمراض الداخلية زيت الحب السوداء ما بعالج الأمراض الداخلية لأنه عبارة عن زيت ثابت وليس الزيت الطيار ممكن تستخدمه كمساج للظهر للفقرات للمفاصل ممكن يليم المفاصل أما داخليا ممنوع عليك جدا تستخدم زيت الحب السوداء شكرا لكم شكرا لجميع متابعينا اللي تابعونا في الجزء الأول الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث ترقبوا معنا الجزء الرابع من الحب السوداء موضوع طويل جدا ولازم نلم فيه واللي ما شاف الجزء الأول والجزء الثاني رح أترك لكم الروابط بالأسفل تابعوا الجزء الأول تابعوا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث ورح يكون فيه الجزء الرابع والجزء الخامس إن شاء الله من الحب السوداء تابعونا لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل خاصية الجرس حتى يأتيكم كل جديد اللي عنده أي تجارب وبعود بأكد اللي عنده أي تجارب بالنسبة للحب السوداء يكتب لنا إياها في التعليقات خلي الجميع يستفيد إن شاء الله شكرا لكم كان معكم محدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية سلام عليكم